5 عناصر للحياة الطيبة الانسان يحب يشعر ان هو جزء من كيان اكبر وليه هدف ورسالة اكبر من وجوده المحدود واخر حاجة الـ A for achievement او الشعور بالانجلس هذه النظرية النظرية السليجمن تفسر الكثير مما لا تفسره نظريات اخرى هي نظرية بالتأكيد اعلى من نموذج ماسلو لتفسير الحاجات الانسانية راح نتطرق لهذه النظرية النظرية السليجمن عدة مرات ان شاء الله في مواضيع اخرى وفي حلقات هذا البرنامج اضافة المعنى اضافة الهدف الرسالة من الحياة هذه اضافة مهمة جدا هذه طبعا راح تفسر لنا ما لا تفسره نظرية ماسلو تفسر لنا لماذا قد يضحي شخص بكل ما يملك في سبيل ما يؤمن به لكن هل هناك معايير واضحة حول مفهوم الانجاز الذي تطرح هذه النظرية يعني لما يتصدر البوم غنائي المركز الاول في مسابقة غنائية ويحصل فيديو تافه على ملايين المشاهدات هل نعتبر هذا انجاز عظيم تبقى كثير من مفاهيم الحياة الطيبة نسبية يختلف معناها من شخص لا اخر ما الذي يصلح حياة الانسان حقا تقول الحكمة الاغريقية ان على الانسان ان يعرف نفسه ثم ان يتحكم في نفسه التي عرفها ثم ان يعطي نفسه يعطيها يسهم في تحسين حياة من حوله الخطوة الاولى لتحقيق الحياة الطيبة اذا هي معرفة النفس لكن كيف يمكن ان يعرف كل مننا نفسه هل ممكن تعرفي نفسك سؤال سهل المظهر لكنه الصعب المخبر ما زلنا نبحث عما يسعد الانسان عما يحقق له الحياة الطيبة ليس الهدف فقط التغلب على الازمات ليس هذا فقط نريد ان نتغلب على الازمات لكن نريد اعلى من ذلك نريد تفعيل وتمكين والاستخلاف الارض نريد تمكين هذه الامة في البشرية كل العلوم الانسانية لم تستطع لم تستطع العلوم الانسانية حتى الان ان تقدم كل الحلول على ما لدينا من اسئلة تحتاج البشرية الى اجابة واضحة عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر